بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربه في لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الشراط ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبشارهم شاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدون في الأرض قالوا إنما نحن مشرحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبشرون شم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كشيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أشابعهم في آذانهم من الشواحيق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبشارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبشارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَوَشًا وَسَّمَاءَ بِنَاءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم شادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الشالحة بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينضطون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوشن ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يهيدكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم شادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تقتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رودا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرات فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان وعنها فأخرجوا ما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقوا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم شدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا طنيلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الشلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم دتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالشبر والشلاة وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلي رجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينشرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهددون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الشعيطة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسروى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكروا منها حيث شئتم رودا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حرة نوفر لكم خضاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا وإذا الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقوا موسى لقومه فقلنا اضرب بعشوك الحجر فانفجرت منه 12 عشرة عينا ودعلم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نشبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ولا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا مثاقكم ورفعنا فوقاكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه العلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتأخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة شفراء فاطع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرق مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتضمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرنا وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقودون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخرف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خاردون والذين آمنوا وعملوا الشالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردون وإذ أخذنا ميثاق من إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إسانا وذي القربى والجتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الشلاطة وآدوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينشارون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقالي لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مشدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مشدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الضور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعشينا وأشربوا في قروبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم شادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزح زيحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ومشدق لما بين أيديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مشدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكسب الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقوروا راعنا وقودوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملق السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نشير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء سبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واشفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بشير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم شادقين فلا من أسرم وجهه لله وهو مصن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمورب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لو ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديعوا السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أشحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصور حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تنجسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينشرون وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس ما من قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مشلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت يد الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضروا إلى عذاب النار وبئس المشير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الدوام الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافيا نفسه ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الشالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وصابها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطف لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء الحضر ويعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصورا تهتدوا قل بل من لدي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن دولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم شبغة الله ومن أحسن من الله شبغة ونحن له عابدون قل أدو حاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخرسون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى شراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسبر لتكونوا جداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عنها إلا لنعلم من يتبع رسول الله ممن ينقرب على عقبيه وإن كانتنا كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليبنع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوب رحيم وجأن را تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة أندر الله وولي وجهك شضر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شضر وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغفل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين الذين آدينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهات هو موليها فاستابقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شضر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله غافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شضر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شضره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني وليأتمن نعمتي عليكم والعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونون تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكبرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الشابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون أولئك عليهم صنوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمرات من شعائر الله فمن حج البيت أبيع كامر فلا جناح عليه أن يضوف بهما ومن تضع خيرا فإن الله شاكر العليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتسري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون ومن أنزمن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين كان آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغضعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خضوات الشيطان إنه لكم عدوا مبين إنما يأمركم بالسوء والقشاء وأن تقودوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهددون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزاقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حظم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل به لغير الله فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا إذم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يختمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب آليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أثبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد ليس البر أنت ولوا وجوهكم طيبان المشرق والمورب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكات والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى والجتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقوم الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عهدوا فالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين شدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عبي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إله بإنسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فأمن عددا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حيات ياؤل الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن درك خيرا الوسية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إطمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مصر جنفا أو إطمانه فأصلح بينهم فلا إطمى عليه إن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الشيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مع عدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم دعالمون شهر رمضان الذي أنزل فيه الضرآن ودل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد لكم الشهر فيصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العندة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعا وتدعي إذا دعاني فيستجيبوني ولنؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة صيام رفضوا إلى نسائكم هن رباس لكم وأنتم رباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابدغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الشيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عجبون في المساجد لكحدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة من هي مواقيد للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقوا وأتوا البيوت من أبوابها وانتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقبتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهد الحرام بالشهد الحرام والحرمات القصص فمن عددا عليكم فعددوا عليه بمثل ما عددا عليكم اتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المسينين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحشركم فمس ليسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهادي محلا فمن كان منكم مريضا أو بيئذا من رأسه فبدية من سيام أو شدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أجر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفق ولا فسغ ولا جدار في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمهم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبدو فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما أهداكم وإن كنتم من قبلي لمن الضالين ثم أبيضوا من حيث أفضوا الناس واستغفر الله إن الله غفر رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرها فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نسيب مما كسبوا الله سليع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن دعجل في يومين فلا إثم عليه ومن دأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخشوم وإذا تملى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهذك الحرط والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبس المهاد ومن النس من يشري نفسه بضغاء أمر الله الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سرتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أسأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كافروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان أنس أمة واحدة فبعد الله النبيين وبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بويا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء والزرز وحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نسر الله قالا إن نسر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فدلوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابد السبيل وما تفعدوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه بل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والبتنة أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن يستطعوا ومن يردد منكم عن دينه فيمتبه وكافر فأولئك حمضت عمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب والنار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله هو فور رحيم يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعنكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسلاح لهم خير وإن تخالبوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز الحكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا آمتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبتم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعنهم يتذكرون ويسألونك عن المحيب قل هو أذن فعجزل النساء في المحيب ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث آمركم الله إن الله يحب الثوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حضر لكم فأتوا حرطكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتدقوا وتشرحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم الله وفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله بور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخير وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم أطلق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإنسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخفى أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعددوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن ضلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكيح الزوجا غيره فإن ضلقها فلا جناح عليهما أن يتناجعا إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فابلغوا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن برالا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا وانتروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغوا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخير ذلكم أسكانكم أظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسفتهن بالمعروف لا تتلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارد مثل ذلك فإن أرادا فصولا عندنا ضمنهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغوا ناجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خضبة النساء أو أكننتم في أنفسكم عالم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عبجة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرطوا لهن فنضه ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره مداعا بالمعروف حقا على المسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فربتم لهن فنضة فنصهما فربتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا واسوية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فنجناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمضلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر موت فقال لهم الله موتو ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله ويعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قرب الله حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ولم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قنيلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هالون تحمله الملائكة إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل الطالوت في الجنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قتلنا اليوم بجالود وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالود وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانسلنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لا فسادت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفاه عنده إلا بإذنه فيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وزع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالضغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والطالة ونفسهم لها والله سميع العظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقود يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب والنار هم فيها خالدون ألم در إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آياتا للناس وانظر إلى العظام كيف ننشيسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي ألني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا وناك ليضمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الضير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مهننا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قود معروف ومغفرة خير من صدقتي يتبعها أذى والله وري حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بضغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت سكرها بلي عفين فإن لم يصيبها وابل فضل والله بما تعملون بسير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخين وأعنى بالدجر من تحتها الأنار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعشار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات العلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي حكمة من يشاء ومن يؤتل حكمة فقد أدي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقت أو نذرتم من نذر فإن الله يا عالم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقة فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون الخبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بدغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبوهم الجاهل وأولياء من التعفف تعرفهم بسمهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلى نية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البايع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقوموا الصلاة وآتهم الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم دافعنوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعجل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من الله فلجم للولي بالعادل واستشهدوا الشهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فالرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تبلل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون دجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وانتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائتم من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آذم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانشرنا على القوم الكافرين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وصدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يشوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بدغاء الفجرة وبدغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزين قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدونك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم الله ريب فيه إن الله لا يخنف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم قود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتشارون إلى جهنم وبئس المهاد وجد كان لكم آية في فئتين التاقة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب شاوات من النساء والبنين والقناطير المقمطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده وحسن المآب قل أو نبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمانا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا وعذاب النار الشابرين والشواتقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بويا بينهم ومن يكفر بآية الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجيا لله ومن التابع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فغده تادوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حمضوا تعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نسويبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن دمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفطرون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تورج الليل في النهار وتورج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المشير قل إن تخفوا ما في شدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضارا وما عملت من سوء إن تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتمعوني يحبيبكم الله ويوفر لكم ظنوبكم الله وفور رحيم قل أطيعوا الله الرسول فإن دولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت مرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أن تسمع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بكذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يسل في المحراب أن الله يبشرك بيحيام وصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأة عقير قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتيني ربك واسجدي وركعيم عن ركعين ذلك من أنباء الغيب وحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أي هم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلاه ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولده ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخرق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والطوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخنق لكم من الطينك هيئة الضير فأنفق فيه فيكون ضيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والآبرس وأهي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدق لما بين يدي من التوراة ورئ أحلى لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنشاري إلى الله قال الحواريون نحن أنشار الله آماننا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آماننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعوك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناسرين وأما الذين آمنوا عملوا صالحات فيوفيهم أجورهم الله لا يحب الظالمين ذلك نتلب عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم من المبسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى غلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسرما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يبللونكم ما يبللون إلا أنفسهم ما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآية الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهان نهاد وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن دمع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقيمطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بديناد لا يؤده إليك إلا ما دمد عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قنيلا أولئك ناخنق لهم في الآخرة ولا يكلموهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتعسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذ أخذ الله مثاقا نبينا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مشدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنشرن قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إشري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن دولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه رجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي أموسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد أيمانهم وشيدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأسرحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد أيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبدهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناسرين الله الرجيم لن تنالوا بالرحلة تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكاذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل فدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخنه كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استضاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تبنيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعدش بالله فقد هدي إلى شراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دغاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعدها سعموا بحبل لا جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتصوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجعوا الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المبنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينشارون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عشوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم ونتقين إن الذين كفروا لن توني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها شر أشربت حرط قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفاههم وما تخفي شدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الشدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تسويبكم سيئة يفرحوا بها وإن تسبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تمشنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نشركم الله ببادر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يبدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تشبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتظم إن قلوبكم به وما الناس إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقضع الظرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينضربوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لتأكلوا الرباء أضعافا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأبرعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفضون في السرائم الضرائم الكاظمين الغيظة والعفين عن الناس والله يحب المسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستوفروا لذنوبهم ومن يوفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها ونعم أجل العاملين ودخلت من قبلكم سننهم فاسروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين هذا بيان للناس مودا وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحسنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مسأ القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعنم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحش الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أما حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول أفإما تأوضل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد الثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد الثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قادل معه ربينا كثير فما وهنوا لما أسعبهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أوفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانسرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنضربوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قدوب الذين كفروا رعبا بما أشركوا بالله ما لم نزر به سبطانا وماواهم النار وبئس مثل الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ حسونهم بإذنه حتى إذا فشرتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم شرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله فضل على المؤمنين إذ تشعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأذابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أشربكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعسى يوشى ضائفة منكم ضائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيودكم لبرز الذين كتبوا عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في سدوركم وليمحيص ما في قلوبكم والله عليم بذات السدور إن الذين تولوا منكم يوم التقل جمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور الحليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بشير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما غفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تشارون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل وليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الآمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينسركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينسركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع لضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأوىه جهنم وبإسراء المسير هم درجات عند الله والله بسير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتهم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقج معاني فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم دعا لو قادلوا في سبيل الله أو دفاعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقربوا منهم للإيمان يقولون بأفاههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم شادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين عسنوا منهم واتقوا آجر عظيم والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ربطان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخفوهم وخفون إن كنتم نؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضلوا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضلوا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخنوا به يوم القيامة ولله بإراد السماوات والأرض والله بما تعمل ونخفر قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أونياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بويل حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار بل قد جاءكم رسل من قبله بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم شادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أوجوركم يوم القيامة فمن زحزيح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما دعوا الورور لا تبلغون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرا وإن تشبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله مثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورؤوا أظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا فلئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار للآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذت وما للظالمين من أنشار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فوقف لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أبنع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا ولأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع ضليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاج لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ذمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اشبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رطيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بطيب ولا تأكنوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتاما فانجحوا ما أطلب لكم من النساء الثلاثة وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء شعود وقاتهن نحلة فإن طيبنا لكم عام شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا تأتسف أموالكم الذين يعانوا الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلهوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا مفتل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نسيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نسيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أكثر نسيبا مفرضا وإذا حضر القسم دؤل القلب واليتاما والمساكين فالسقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلبهم ذنية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيشلون سعيرا ليوشيكم الله في أولادكم للذاكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوقتنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها الناس ولأبواه لكون واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وسيتي ينسي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فليضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن له إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وسيتي ينسي بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وسيتي تنسيون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وسيتي ينسي بها أودين غير مضار وشية من الله والله عليم حليم ذلك حدود الله ومن يبدع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهاب خالدين فيها وذلك الفغز العظيم ومن يعاش الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعدا منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذن يأتينها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعلم عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك عددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن دلت النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشات مبينة نعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضي وأخذن منكم ميثاق غليلا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فنجنح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسنابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمصرات من النساء إلا ما وملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأوحل لكم ما وراء ذلكم أن تبدأوا بأموالكم وصنين وير مسافحين فما استمدعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريب الله ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريب الله إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستبدع منكم ظولا أن ينجح المسونات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيادكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانجحوهن بإذن آلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مسونات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أرسلنا فإن أتين بفاحشة فعليهن نسوا على المسونات من العذاب وذلك لمن خشي العنة منكم أن تسبروا خير لكم والله وفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنان الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتابعون الشهوة أنت من ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون دجارة عند رضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسره نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتربوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نسيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل إن جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نسيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالشالحات قانتات حفظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شغاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحي وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشكوا به شيئا وبالوالدين إسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمالكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والذين يبخرون ويأمرون الناس بالبخر ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإنك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا لك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كبروا عشر رسول لو سوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الشَّلَةَ وَأَنتُمْ سُكَارُوا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَوْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءَ وَعَلَى سَبَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِقِ أَوْ لَا مَسْتَوُوا النِّسَاءَ فَنَمْ تَنْجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمُوا سُعِيدًا ضَيِّبًا فَامْسَحُوا بِعُدُونِكُمْ أَيْدِكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانْ عَفُواً وَفُورًا أَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ أُوتُونَ سُعِبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَى لَتَوْجْرِدُونَ أَنْتَوْضِلُ سَبِيلٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَسْوِرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعشينا وأسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسن ديم وضعنا في الدين ولو أنهم قولوا سمعنا وأضعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نضم سودها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السابة وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذيب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نسيبا من الكتاب يؤمنون بالجبط والضغوط ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نسيرا أم لهم نسيبون من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من شدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا طلما نبجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليثوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا صالحة سندخلهم جنات دجري من دحتها الأنار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى آلية وإذا حكمتم بين الناس أندحكم وبالعادل إن الله نعيم ما يعذكم به إن الله كان سميعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمل منكم فإن نزعتم في شيء فلدوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأميلا ألم در إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطوط وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يبن لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رؤيت المنافقين يشدون عنك شدودا فكيف إذا أشربتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحرفون بالله إن أردنا إلا إنسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرضت عنهم عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فما أرسلنا من رسول إلا ليضاع بإذن الله ولو أنهم إلا لموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم سراضا مستقيما ومن يبدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشديقين والشهداء والشالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا الغبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودتوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوسا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه آجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك أوليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولم در إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أقيموا صلاة وآدوا الزاكا فلما كتب عليهم القتال إذا فريقوا منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمنا فتلا أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن دشبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن دشبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقاهون حديثا ما أشعبك من حسنة فمن الله وما أشعبك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يضع الرسول فقد أضع الله ومن دولا فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون ضوعة فإذا برسوا من عندك بيت ضائفة منهم ويرا الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أم الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قنيلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب للمؤمنين عسى الله أن يكون فبأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأسا منها أردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أبضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن دولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ريا ولا نصيرا إلا الذين يصيرون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون أخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ولما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم وجلقوا إليكم السلامة ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سنوضانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خبضاء ومن قتل مؤمنا خبضاء فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يشدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهوم فتحذير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحذير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فسيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلى عانه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبدغون على رب الحياة الدنيا فعند الله مغارب كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستهل ضاعدون من المؤمنين غير أولي الضرري المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القواعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القواعدين أجرا عظيما درجاتهم منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكات الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسفيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يسترعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله وفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليسعلكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين وإذا كنت فيهم فأنقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو توفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مضر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قبليتم الصلاة فاذكنوا الله قياما وقعوا دو على جنوبكم فإذا أبضوا مأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بدغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وناد كل الخائرين خشيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خضيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد يحتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فأبدل الله عليك ورحمته لهم الطائبة منهم أن يبللك وما يبللون إلا أنفسهم وما يبللونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فأبدل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصداقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك برغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجلا عظيما ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصريه جهنم وساءت مسيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد يبضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناذا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نسيبا مفروضا ولأبلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وليا ولا نسيرا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرا خسرا مبينا يعيدهم يمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا سؤال حديثا ودخلهم جنات تجري من دحنها الأنهار خالدين فيها أبدا وعند الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نسيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو ممن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسن واتبع من الله إبراهيم حنيفا واتقنا الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يسلع عليكم في الكتاب في يتم النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنجحوهن والمستضعفين من الملدان وأن تقوموا لليتم بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة خفت من بعدها نشوزا أو يعرضا فنجنا عليهما أن يسلح بينهما سلحا والسلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تسلوا وتتقوا فإن الله كان مما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرشتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تسلحوا وتتقوا فإن الله غفورا رحيما وإن يتفرقوا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصعينا الذين أوتوا الكتاب من قابلكم إياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ونيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله ساميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أيو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلموا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد يبضل ضلانا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ليبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث ويره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربسون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى صلاة قومكسا لا يراؤون النس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سمضانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا أسلحوا وعدا صموا بالله وأخرسوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجل عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سهوء فإن الله كان عقوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتأخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهيلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله فورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد اسألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا آلنا الله جهرة فأخذتهم الشعيطات بظلمهم ثم اتخذوا العجر من بعد ما جاءتهم البجنات فعفظنا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم اطمورا بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقهم وقولهم قلوبنا غلف بل ضبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على من رجم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صنبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ضيبات وحلت لهم وبشدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نوه عنه وأكرهم أموال الناس بالباطل وأعددنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرسيقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الشلاة والمؤتون السكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنعطيهم أجر عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطوب والأسباب وعيسى وأيوب ويون السوارون وسريمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قششناهم عليك من قبل ورسلا لم نقششهم عليك وكلم الله موسى تكريما رسلا مبشرين ومنظرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله سهيدا إن الذين كفروا وصلتوا عن سبيل الله قد اضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقودوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكرمته ألقوها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الشالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نشيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله وعدا صموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه شراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن يمرؤنها لك ليس له ولد وله أخت فنها نشف ما ترك وهو يردها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساءا فلذكر مثل حظ الأمثيين يبين الله لكم أن تبلوا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم باهمة الأنعم إلا ما يتلى عليكم غير محل الشعيد وأنتم حروم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدئ ولا القلائد ولا الهدئ ولا القلائد ولا أمين البيض الحرام يبدغون فضلا من ربهم ورطوانا وإذا حللكم فاشضادوا ولا يدرمنكم سنآن قوم أن شذوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى إن الله شديد العقام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخيز وما أهلني ويد الله به والمخانيقات والموقودات والمتردية والنطيحة وما أكر السابع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النشوب وأن تستقسموا بالأجلى ذلكم فسقني اليوم إيسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يبضر في مخمشة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجواريح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سجيع الحساب اليوم أحل لكم الضيبات والضعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والضعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والضعامكم حل لهم والمحشنات من المؤمنات والمحشنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محشنين وير مسافحين ولا متخذ أختان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو بالآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الشلاة فوسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرسلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فظهروا وإن كنتم مرضاء أو على سبر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تنجدوا ماءا فتيمموا شعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فاذكروا نعمة الله عليكم ومثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليهم بذات الشجور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالله شهداء بالقسق ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعديدوا عددوه أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون وعجى الله الذين آمنوا وعملوا صالحا لهم مغفرة واجل عظيم والذين كفروا وكذبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم وعنكم وأقررتموهم وأقررتم الله غرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كبر بعد ذلك منكم فقد يبضل سواء سبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحضفون الكريم عن مواضعه ونسوح الله مما ذكروا به ولا تزال تطلعوا على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصلح إن الله يحب المسنين ومن الذين قالوا إن نصر أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يسنعون يا أهل الكتاب ودجاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ودجاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من التبعاد إقوانه سبرا السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراطهم مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح وبن مريم ملف من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهنك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بإذن بكم بل أنتم بشر من من خلق يؤمن من يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المسير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء واجع لكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبالكم فتنغربوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جنبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فلوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أن دمرك فقاتلا فقاتلا إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففروق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى عن القوم الفاسقين وتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الأخ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسضت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسقي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبؤ بإثمي وإثميك فتكون من أصحابي النار وذلك جزاء الظالمين فطبعت له نفسه قتل أخيه فقدله فأشبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأشبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في فساد أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض لأنهم خزوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذب عظيم للذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله فرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله العل لكن رب حول حول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معاه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارق فقطعوا أيديهم جزاء بما كسبان كان من الله والله عزيز الحكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله وقل رحيم ألم تعلم أن الله لهم ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويوفر من يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وبالذين هادوا سماعون للكذب سماعون لهم آخرين لم يأتوك يحرفون الكريم من بعد ما وضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا سلائك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخذة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحة فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعذب عنهم وإن تعذب عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقصب إن الله يحب المقصدين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح وقصاص فمن تسلط به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ومصدق لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظات للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبيع أهواءهم ولا تتبيع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لا جعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاسفقوا الخيرات إلى الله وارجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبيع أهواءهم واحذرهم أن يبتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن دولوا فاعلم أن ما جريد الله أن يشيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبهون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لأن تتخذر يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضوا يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تشيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنبزم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله إن جهد أيمانهم إنهم لا معكم حبضت عمالهم فأصبحوا خسرين يا أيها الذين آمنوا من يردد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعائزة على الغافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تنائم ذلك فأقل الله ائتي من يشاء وهو واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم ركعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابا من قبلكم الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم من الصلاة تخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبيكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القيرادة والخنزير وعبد الطغوت أولئك شنوا مكانا وأضلوا عن سواه السبيل فإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وتروا كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعودوان وأكلهم السحط لبس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن طولهم الإثم وأكلهم السحط لبس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بس الله ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أمزل إليك من ربك طويا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أضفاءها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أمزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتشدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أمزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعشمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أمزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أمزل إليك من ربك طويا وكفرا فلا تأسعن القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين آدوا أصابعون والنصر ومن آمن بالله واليوم الآخروا عامل شالحا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون لقد أخذنا من ذنقبني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول لما لا تهوى أنفسهم فريقا مكلبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بشير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم ومنه من يسرك بالليف وقد حضم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنشار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إلا هو واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله أفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قمر الرسول وأمه شديقه كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تألوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا واضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عشوة ويعددون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعله لبئس ما كانوا يفعلون دروا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ادخلوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم وودة للذين آمنوا الذين اقضروا إن نشر ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونضمع أن يدخلنا ربنا مع الغوم الصالحين فأذبهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنا بخاردين فيها وذلك جزاء المسنين والذين كفروا وكلبوا بآيتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عرضتم الأيمان فكفرته إضعام عشرة مساكين من أوساب ما تضعمون أهلكم أو كسمتهم أو تحرير رقب فمن لم يجد فشيام ثلاثة أيام من ذلك كفرت أيمانكم إذا حرفتم وفضوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخبر والميسر والأنشاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسردكم عن ذكر الله وعن شاء الله فهل أنتم منتهون فأضيع الله وأضيع الرسول مهذروا فإن دوليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا شالحات جناح فيما ضعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا شالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المسينين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الشيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يعددان بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الشيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالي والكعمة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك سياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما واتق الله الذي إليه تشارون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدئ والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله وفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فأقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتق الله يا أولي الأباب العلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسألوا عنها حين يرزل القرآن وتبدلكم عفى الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قل لو دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصفية اثنان ذواء عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت نحبسونهما من بعد الشرات فيقسمان بالله إني رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كانت أقربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عضر على أنهم استحقوا وإثمان فآخران يقومان مقومهما من الذين استحق عليهم الأولايان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعددينا إنا إذا لمن الظالمين وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الكاف والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجيبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بنمر يمذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس ذكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخضق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون الطيرا بإذني وتبرئ الأكمة والأبرش بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبجنات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتظم إن قلوبنا ونعلم أن قدش وتقوتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرزقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أني عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم سهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الشادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعادلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم دمترون وهم الله في السماوات وفي الأرض يعلموا سركم وجاهركم ويعلموا ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معريضين فقد يكذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستازئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا سماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قير طاس فنماسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقولوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقبلي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسلهم من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستازئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجب عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو سميع العليم قل أغير الله أتأخذ وليا مفاضل السماوات والأرض وهو يضعم ولا يضعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عشد ربي عذب يوم عظيم من يشرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوزر المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كشره إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهده قل الله شهدوا من بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتجهدون أن مع الله آنيات أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذبا بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين أشركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قادوا بالظاهر بنا ما كنا مشركين انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمعوا إليك واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم ما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذب بما كنتم تكفرون قاد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بودة قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم ولا الدار الآخر دخير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فشفروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم ناصرنا ولا مبتل الكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتوي نفقهم في الأرض أو سلماهم في السماء فتأتيهم بآيات ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ذنجعون وقالوا له لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا صائر يبغير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يشارون والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على سنظ مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم شادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يا تبضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تبضرعون ولكن قست قلوبهم وسين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فقضع جابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله وإذ الله يأتيكم به انظر كيف نشرف الآيات ثم هم يشدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جاهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وممنذرين فمن آمن وأسلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذب وبما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يحاى إليه قل هل يسلم الأعمى والبصير فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يفشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تبضرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتبضردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من نظه عليهم من بيننا أليس الله بأعلام بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل السلام عليكم كاتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجانة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قادر ضللت إذا هو ما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي قل إني على بينة من ربي وكذبة به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحظ وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم إن أتبع إلا ما يحاء إلي قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رضب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضوا أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر ووق عباده ويرسل عليكم حافظ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل لله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأسا بعض انظر كيف نشرف الآية لعلهم يفقهون وكذب به قوم كوهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقروا وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث ويره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون ودر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغلتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخر منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرون له أصحاب يدعونه إلى الهدى تنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الشلاد واتقوه وهو الذي إليه تشارون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الويب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آسر أتتخذ أسنا من آلها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جاءنا عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفلين فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشكون إني وجهت وجهي الذي فضر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشكون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سنطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجة من نشاء إن ربك حكم عليم ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونحن هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ومسى وهارون وكذلك نجزي المنسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الشالحين وإسماعيل والياسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذنياتهم وإخوانهم واجتبينهم وهديناهم إلى سنظم مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عبادي ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به نورا وودا للناس تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على شؤلاتهم يحافظون ومن أظلم وممن افتروا على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكات باسبوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله وير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون فرادا كما خرقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقضع بينكم والظل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لالكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزي العليم وهو الذي جعل الأجيب لتهددوا بها في ظلمات البر والباحر وجفاصلنا الآيات القوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستغروا ومستودع ودفصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراقبا ومن النخر من ضلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمروا ينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشفون بديعوا السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وقيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللظيف الخبير قد جاءكم بشائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أن عليكم بحفيظ وكذلك نشرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعد الطعن المشكين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظ وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون وأنقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئتتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طويانهم يعملون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول قرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتسوى إليه أفئتة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبدا ويحكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا لا يبدل لكلماته وهو السميع العليل وإن تضيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيته مؤمنون وما لكم الألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضللتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فاذلوا ظاهر الإثم وباضينا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفصب وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون أبو من كان ميتهم فأحيناه بعينه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارهم منها كذلك زين للكافرين وكذلك جعلنا في طول قرية أكامر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأي فزل وما يشعرون وإذا جاءتهم آية ضلولا نؤمن حتى نوتامتنا ما أعطي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالك سيصيب الذين أجرموا صور عند الله وعذابهم شديدا بما كانوا ينكرون فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأن ما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيم ودفصلنا الآيات القومية ذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يهشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثوكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وقد ذلك أن ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم نقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهنك القرى بظلم وأهنها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يلعبكم ويستخلف من بعدكم وما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعمدوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عن قبل الدار إنه لا يفلح الظالمون قل لا أجد فيما أوحي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرط والأنعم نسيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسر إلى الله وما كان لله فهو يسر إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليغبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعم وحرض الحجر لا يضعمها إلا من نشاء بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان وقالوا هذه أنعم وحرض الحجر لا يضعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعم الحرمة ظهورها وأنعم لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعم خالصة لذكرنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم واسفهم إنه حكيم عليم واجه خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله واجه الظل وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات مع رشات وغير مع رشات والنخل والزرعة مختلفا أكله والزيدون والرمان متشابيا وغير متشابيا كلوا من ثمره إذا أثمروا آتوا حقه يوم حصبه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعم حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزوان من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنتين أم اشتملت علي أرحم الأنتين نبئوني بعلم إن كنتم صديقين ومن الإبن اثنين ومن البطن اثنين قل أذكرين حرم أم الأنتين أم اشتملت علي أرحم الأنتين نبئون أم كنتم شهداء إذ وصواكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي الغوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على ضاعم يضعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به فمن اضلر غير بوي ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي الظفر ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظفرهما أو الحوايا أو مختل طبيعهم لأنك جزيناهم ببويهم وإنا نصدقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن الغوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم احتذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أن يمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أجر ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بضن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم واصوكم به لعلكم تعقلون ولا تغربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ونو كان ذا غربا وبعهد الله أوفوا ذلكم واصوكم به لعلكم تذكرون وأن هذا سراضي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم واصوكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفسيرا لكل شيء وودا ورحمة لعلكم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبرنا وإن كنا عن دراسلهم لوفدين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهلا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم مهدا ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وشدف عنها سنجزي الذين يشرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يشرفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكات أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شعلا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى زراض مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن سلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أعوير الله أبوي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تنزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليمن وكن فيما آتاكم إن ربك سريع لقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قل لما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا باية أهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن زغلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآيتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلناكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نال وخلقته من ضيل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الشاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أويتني لأقعدن لكم شراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ونخرج منها ملؤما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك جنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبودي لهما ما ورعنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقسموا ما إني لكما لمن الناس حين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشاجرة دبدت لهما سوآتهما وضفقوا يخصفان عليهما من ورق الجنة ونداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشاجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا للكونن من الخاسرين قال اهلطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسي ورسوآتكم ورشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفضننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما رباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن نجعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة انضالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم دعوه دون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآية القوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بضن والإثم والبغوية بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به زمطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأشرح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أشحاب النار ينفي خالدون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا امضلوا عنا وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف وناك لا تعلمون وقالت أولاهم لإخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمر في سم الخياض وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعي من الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في سدورهم من ول تجري من تحتهم الأنار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتد لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أرثتمها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذر مؤذن بينهم أن لعنت الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يضمعون وإذا سرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجعلون ولا قد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل ويرى الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم والضلع لهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يرشي الليل النهر يطلوبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر دبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم دلعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إشراحيها وادعوه خوفا وضمعا إن رحمة الله قريب من المسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثطالا سغنوا لبند ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعنكم تذكرون والبلد الضيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشترون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله ويره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في الضلال مبين قال يا قوم ليس بي الضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامل وإلى عاد أخاه مهودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله ويره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خرفاء من بعد قوم وحي وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله إنعلكم تفلحون قالوا أنجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الشادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجلس وغضر أتجادلونني في أسماء سميدمها أنتم أباؤكم ما نزل الله بها من سمطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقضعنا دابرا الذين كذبوا بآيتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ذمود أخاهم صالحا قال يا قومي عبد الله ما لكم من إله ويره ودجاءتكم بجنة من ربكم هذه ناقت الله لكم آية فاذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتأخذون من سهولها قشورا وتنحدون الجبال بيوتا فالكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استبعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن شالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل بي مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم بي كافرون فأعطلوا الناقة وعاتوا عن أمن ربهم وقالوا ياسوى لحؤتنا بما دعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلوتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس يحين وليوضا إذ قال القوم هي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شاوة من دون النساء بل أنتم طوما مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من طريتكم إنهم أناس يتظهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الظابرين وأنظرنا عليهم مضرا فانظر كيف كان عقبتهم وجرمين وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله ويروا قال جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميسان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إشلاحها لأنكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبونها عيوجا واذكروا إذ كنتم ضليلا فكفركم وانظروا كيف كان عقب المفسدين وإن كان الضائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به والضائفة لم يؤمنوا فاسبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكفروا من قومه لنؤخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في من الذي كن بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن دخوير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم كاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يونوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغ لكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قدمس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بودة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا الضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا الغوم الخاسرون أولم يهدر الذين يددون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أشبناهم بذنوبهم ونضبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يضبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآيتنا إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قول إن كنت جئت بآية فأدبها إن كنت من الصادقين فألقى عصوه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحير عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحير عليم وجاء الساحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المغربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصوك فإذا هي تلقى فما يأفكون فوقع الحق وبالظل ما كانوا يعملون فهلبوا هنالك وانضلبوا شغرين وألقي الساحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه بالمدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقبعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأسلبنكم جمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا شبرى وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم ظاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واسفيروا إن الأرض لله يردها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقش من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسانة قالوا لنا هذه وإن دشبهم سيئة يضيروا بموسى ومن معه قال إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نهل لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفاتع والدم آية وفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فأما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكذون فاندقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وأورد للقوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يسنع فرعون وقومه وما كانوا يعرسون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أسنع من لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم دا جهالون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسهمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبعت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأهزنها سأريكم دار الفاسقين سأشرف عن آياتي الذين إذا كبرون في الأرض بغيظ الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا لأنك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبرت عمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سوقض في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال ربي غفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرحمين إن الذين اتخذوا العجز سينالهم غضب من ربهم الذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغف رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلقنا بما فعل سفه أمنا لنهي إلا فتنتك تبدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فوفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي واسعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنقر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به ويعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذين هم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهددون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقضعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقه قومه أن يضرب بعشوك الحجر فانبجست منه اثنت عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقودوا حفظة وادخلوا الباب سجدن وفر لكم خطيئاتكم سنزيد المسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السابة إذ تأتيهم حيتانهم يوم السابتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلاهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قلدة خاسين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب إن ربك لسريع الإقاب وإنه لغفر رحيم فقطعناهم في الأرض أمما منهم الشانحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسانات والسيئات لعنهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا وارث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا وإن يأتهم عرضوا متره يأخذوه ألم يأخذ عليهم مثاق الكتاب ألا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفنى تعاطلون والذين يمسكون بالكتاب وقوموا صلاة إنا لا نبع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شاهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المباطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقسس للقاس وصالعا لهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يبطل فأولئك هم الخاسرون ولقى جذرؤنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسبعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قدي قدروا بأجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادية له ويذرهم في ضغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسان يسوء إن أنا إلا نذير وبشيد لقوم يؤمنون وهو الذي خلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فدعال الله عما يشركون أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزهم فاسعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جتبيتها قل إنما أتبع ما يحاى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآسر ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قود إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم مجريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع تابير الكافرين ليحق الحق ويبغضل الباطل ولو كذل المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتظم إن بي قلوبكم ومن نسر إلا من عين دي الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليظهركم به ويذيب عنكم رجز الشيطان وليربض على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منان ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يشاقق الله رسوله فإن الله شديد العقاب للكم فذوقوا هو أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى بئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المشير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنته فهو خير لكم وإن تعودون عود ولن توني عنكم في أدكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أقعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم نسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحور بين المرأي وقلبه وأنه إليه تشارون فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخرفكم الناس فآواكم وأيدكم من رسله ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فجنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويوفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ويثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين وإذا تترع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أسابر الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صراتهم عند البيت إلا مكاء وتشدية فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليمز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن دولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منكم ولو تواعدتم لاخترفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لساميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفاشلتم لا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلام إنه عليم بذات السدور وإذ يريكمهم إذ لقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاتفتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفرحون وأضيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسروا وتذهب ليحكم واسبروا إن الله مع الشابرين ولا تكونوا كالذين اخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويشدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جال لكم فلما تراءت الفئتان نكسوا على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ورهاء أولئذين هم من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو تروا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم علهم يذكرون وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سباقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استضعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم أنتم تظلمون وإن جانحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك برسله وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز الحكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرب للمؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون شابرون يغربوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغربوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة مشابرة يغربوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغربوا ألفين بإذن الله والله مع الشابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يطخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فالله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سابق ولمسكم فيما أخلتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله وفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤديكم خيرا خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله وفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأم كان منهم الله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم حتى يهاجروا وإن استنصرواكم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم الناس إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاقا والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فترة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعض أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أجر وعلموا أنكم غيروا عن جز الله وبشر المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا وبشر الذين كفروا بعضب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أجر وعلموا أنكم غيروا عن جز الله وأن الله مخز الكافرين وأذنوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن توبتم فهو خير لكم وإن دوليتم فعلموا أنكم غيروا عن جز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخل أشهر الحرم فأقتل المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحسروهم وقعدوا لهم كل من رسود فإن تابوا أقوم الصراط وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفاههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا ضليلا فسدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة فأولئك هم المعتدون فإن تابوا أقوم الصراط وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات القوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي سدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جادوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمسكين أن يعمروا وسجد الله شايدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت عمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجات في سبيل الله لا يستغلون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأمفزهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون لبشرهم ربهم برحمة منه وريبطان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقوة رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا فتربسوا حتى يأتي الله بأمره وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه ماذا وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النسوار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفاههم يضاهؤون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يسكون يريدون أن يضفئوا نور الله بأفاههم ويأبر الله إلا أن يتم نوره ولو كان يلقافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضلره على دين كله ولو كان يلقافرون يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم أذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدد الشهور عند الله اثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات الأرض منها أربعة حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه إن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عما ويحرمونه عما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عمالهم والله لا يهني الغوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متعوا الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنسروه فقد رسره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحسن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم إنفروا خفافا واتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا ضريبا وسفرا قاسدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحرفون بالله لو استضعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عن كرم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارطابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما سادوكم إلا خبالا ولأوبعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق والوهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا ذلي ولا تفتني ألا في الفتنات ساقضوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن دشيبك حسنة تسؤهم وإن دشيبك مشيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يشيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربسون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربس بكم أن يشيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربسوا إنا معكم متربسون قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الشلاط إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله وليوعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخضون ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راكبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحرفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي والعظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم لما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرجون ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخط ونلعب قل أب الله آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعد ذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبرون إذيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ونار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من طبلكم كانوا أشد منكم قوتا وأكثر أموالا وأولادا فاستمدعوا بخلاقهم فاستمدعتم بخلاقكم كما استمدع الذين من طبلكم بخلاقهم وخربتم كالذي خاضوا أولئك حمضت عمالهم في الدنيا والآخيرات وأولئك هم الخاسرون لم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعيد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون السرعة ويؤتون الزكاة ويبنيعون الله رسولا أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فعند الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفرس العظيم يا أيها النبي جاهد الكفر والمنافقين واغلوظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المسير يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهاموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أولاهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نسير ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يعقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الهيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الشادقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بما قعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تغفروا بالحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا ولا ليبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاسلأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تسل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزاق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وضبع على قلوبهم فهم لا يفقوهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأمفزهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعند الله لهم جنة دنجري من تحت الأنهار الخالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب آليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسعه لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزاناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون